حتى لو معكش شهادة فرنسا بتعلن عن شغل هناك وهتقبط باليورو وحتى تأشرتك هتستخرجها مجاناً بس طبعاً عرض مغري زي ده أكيد لشروط وفي الفيديو ده هنعرف كل التفاصيل مين قال إن الشهادة كل حاجة؟ فرنسا طلب عدد من الفلاحة المصرية وبأبسط الشروط اللي ممكن تتخيلها بس أهم حاجة يكون عنده خبرة طويلة في مجال الزراعة وطبعاً إنت بتسأل إزاي هيحصل فرنسا دايماً عندها نقص في أعداد العمالة اللي شغلة في مجال الزراعة لأن الفرنسيين بطبعهم مش ميالين للنوع ده من الشغل وعشان كده بيكون البديل دايماً هو العمالة المهاجرة وخصوصاً من الدول القريبة لفرنسا زي المغرب مثلاً أكبر دليل على كده اللي حصل في 2020 ساعتها الأزمة الصحية ضربت العالم كله وعمال كتير رجعوا بلدهم وطبعاً أصحاب المزارع في فرنسا مش لقين حد يشتغل في الأراضي عشان كده فوراً طلبوا من الحكومة يعملوا جسور جوية استثنائية في وسط الأزمة الصحية لنقل العمال في وقت كان الطيران أصلاً واقف لكن ده ما يمنعش إن الباب مفتوح للمزارعين والفلاحين من دول تانية طالما اتوفرت فيهم الشروط زي الخبرة وكمان الالتزام بالتواجد في عنوان العمل طول مدة الإقامة والرجوع للبلد بعد انتهاء المدة الخاصة بالعقد وخد بالك التطوع ده يعتبر من عقود العمل الموسمي يعني المزارع بتكون متعقدة معاك طول مدة موسم الزراعة أو الحصاد ولما العقد بيخلص بتقولك مع السلامة ارجع بلدك عشان كده مدة عقد عمل المزارع في فرنسا ممكن تبدأ من أسابيع لغاية كام شهر بحد أقصى 6 شهور غالباً ده بيتحدد حسب احتياجات المزرعة وطبيعة الشغل ساعتها وفي الغالب أنواع فرص العمل المرتبطة بالزراعة هتكون حصاد المحاصيل أو زراعتها أو التقليم أو رعاية الماشية ودلوقتي بقى فيه سؤال مهم إزاي تقدم على عقد عمل موسمي في فرنسا شوف لو نويت السفر خلاص هيبقى قدامك طارقتين الأولى أنك تدور بنفسك على إعلانات أصحاب المزارع في فرنسا وتبدأ تتواصل معاهم عشان تفهم إيه اللي مطلوب وتشوف هيقبلوك ولا لا أما الطريقة التانية فهي التواصل مع وكالات السفر بتبقى متخصصة في توفير النوع ده من العقود وغالباً بيكون ديها تعامل مباشر مع مجموعة من المزارعين وبتكون هي المسؤولة عن توفير العمالة لها طبعاً بالطريقة التانية هتسهل عليك إجراءات كتير وتوفر عليك مهمة البحث عن الوظيفة بنفسك بس في المقابل أنت بتدفع للوكالات والشركات دي مقابل أنها تجيب لك عقد عشان كده لازم تحسبها كويس وتشوف النوع ده من السفر هيجيب همه ولا لأ وطبعاً عشان تحسبها كويس لازم تعرف هتقبط كام وهتصرف قد إيه وفي المتوسط أجور لعمال الزراعيين في فرنسا ممكن تعدي الألف يورو شهرياً يعني حوالي 33 ألف جنيه كل شهر بس في نفس الوقت السكن والأكل بيكونوا بالمجان لأن المزارع بتكون مسؤولة أمام الحكومة إنها توفر الخدمات ليك مع تأمين صحي مجاني كمان وخد بالك إن صاحب المزارع ممكن يحسبك بالساعة أو اليوم أو حسب كمية العمل المطلوب وعشان كده النقطة دي محتاج تركز فيها جداً وإنت بتتفق معاه وفي الغالب سعر ساعة العمل في الفلاحة في فرنسا بيتراوح ما بين 10 دولارات لـ 15 دولار إنت بقى إيه رأيك في شغلانة زي دي؟ هل ممكن تدور على فرص فيها ولا لأ؟